طيب المستشار التربوي والباحث في تطوير التعليم الأستاذ عبداللطيف الحمادي أهلا بك معنا في MBC في أسبوع حيكون تركزنا معك اليوم كمستشار تربوي أبدأ معك بسؤال عن وش الأسباب لتكرار هذه الحوادث وهل شرارة البداية هي المدرسة أم الحي أم المنزل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا أستاذ حمود والأستاذ تغريد بالنسبة للأسباب للأسف تكررت هذه الحالات وهي غريبة للأسف عن مجتمعنا يعني في خلال شهرين تكررت عندنا حالات حالة الرياض حي لبن وأيضا تعليم جدة وأيضا تعليم شهورة في أسبوع الماضي فهي دخيلة ما كانت موجودة في السابق فأكيد لها أسباب كثيرة نبدأ أولا بأسباب هناك أسباب مشتركة بين المدرسة وبين المنزل وأسلوب التربية التي تلقاه الطالب نفسه نبدأ بالمنزل يشكل دور قوي في عدوانية الطالب من خلال طريقة أولياء نمو في التربية لأبنائهم بمفاهيمهم الخاطئة بأخذ حق بيده وجعله قوي أما أقرانه وكذلك إثارة العنصرية القبلية وأيضا رصد من خلال البحث والوقوف على مثل هذه الحالات ومعارجتها في المدارس أكتشف أن الأسرة هي من تغذي هذا السلوك هي من تغذي هذا السلوك العدواني لدى الأبناء بيأخذ حقهم بيدهم وغير ذلك أستاذ عبداللطيف البعض يلوم عصر التقنية الحديثة بحيث أنها طبعا اللي بنعيش اليوم وما فيه من أجهزة وألعاب وأيضا أفلام ممكن هي نقدر نقول أنها تزيد التعرض لمشاهد العنف مشاهد القتل مشاهد الدموية هذه وتصير مشاهد اعتيادية فإلى أي مدى تأثير هذه الأشياء يعد حقيقي في هذه المشكلة اللي بنعاني منها اليوم ما في شك حدنا سوف نتكلم إن شاء الله عن اللعاب الأكترونية وهو تأثيره والمشاهد والأفلام العدوانية لها تأثير كبير بعض الأسف بعض الأسر والأباء والأمهات يقول وإنها مجرد لعبة لا بالعكس وهو يعلم أن البناء النفسي والسلوكي نحن درسناها في علم النفس البناء النفسي والسلوكي للطفل يتركز بدرجة كبيرة على موضوع الألعاب والمشاهد العنيفة نعم أيضا الرقابة واليقاية قبل حدوث الحوادث هذه لسلوك الأطفال كيف يمكن تطبيقه في المدارس بالنسبة للمدارس لها دور كبير مثلما تكلمنا عن دور الأسرة ومرعاة ذلك فأيضا المدارس لها دور كبير في تكثيف الرقابة في قضية خروج الطلاب وأيضا الفسح ومتابعة ذلك من قبل المعلمين وأعتقد أن الوزارة ما قصرت في ذلك فيه تعميم مشددة وفيه أنظمة وقاعدة السلوك للطلاب بهذا المجال وكذلك تفعيل قضية بالمدارس تفعيل مجالس أولياء الأمور لما يأتي الأب إلى المدرسة ويتابع سلوك أبنه ويتابع مستوى الدراسي يحل مشاكل كثيرة من هذه كذلك القضاء على المشاجرات والخلافات في المدرسة بشكل عاجل أي مشاجرة أو خلاف ينهى بشكل سريع داخل المدرسة بعض المدارس الأسف تهمل الجانب هذا فتترك المشاجرة تصل إلى خارج المدرسة وتكبر المشكلة لدى الطلاب خلينا نبقى داخل المدرسة سيد عبداللطيف هل نحتاج اليوم برأيك إلى مناهج جديدة أو إضافة لتقويم سلوك الأطفال يعني يكون بشكل محدد غير الاجتماعات الدورية للآباء والأمهات حقيقة ما نحتاج نحتاج فقط توعية نحتاج الآن توعية للمدرسة من خلال المحاضرات والرسائل وتوعية أيضا إلى المنزل للأسرة وكذلك في نقطة مهمة ذكرتها في التقرير هي قضية التنمر هذا التنمر طرح قبل عدة سنوات في وزارة التعليم وأنا أتمنى من الوزارة ووزارة التعليم إعادة طرح مرة أخرى في المدارس قضية التنمر وهو ما يمارس سلوك عدواني الطالب على طالب آخر أو مجموع الطلاب برمي الألقاب والاستهتار مما يولد العداوة والبغضاء لدى الطلاب والمشاجرة تؤدي أحيانا إلى الوفاة مثل ما شفنا فقضية التنمر لا بد أن تحل فأعجبني أحد قادمة المدارس في حديث جانبي معه قال لي أنا أنبه طلابي في الصباح بعد الطابور المدرسي أن أي طالب يتعرض إلى تنمر أو مضايق من أحد الطلاب يأتي يخبر الوكيل يخبر المرشد الطلاب يخبر إدارة المدرسة حتى تنتهي المشكلة في وقتها في الحال نعم طيب وش البوادر أو الأمور اللي ممكن والله تدق ناقوس الخطر وتنبهنا أن هذا الطفل قد يسلك سلوك عنيف ضد طفل آخر طبعا من خلال النظر والسبر في سلوك الطالب وعدوانيته وفرط الحركة لديه ومشاجرته مع أكثر من طالب فلا بد المدرسة أو المنزل يكون تعاون بينهم في هذه النقطة فالمدرسة مكملة للمنزل حين قلنا فيه دور كبير على المنزل وفيه دور كبير على المدرسة فالطالب اللي لديه فرط حركة ولديه مشاجرات عديدة لا بد أن يحول إلى المرشد الطلابي هو المختص في ذلك كما جاء في التقرير حتى يدرس الحالة ويحاول التواصل مع أولياء الأمور لحل هذه المشكلة وكذلك لا ننسى جانب مهم جداً اللي هو العاب الإلكترونية العاب الإلكترونية والعدوانية مثل العاب الآن البوبجي والفورتنايت وذكرها حدث الطلاب جميل في تقريركم لأنها فعلاً تخيل الطالب يذكر أنه مثلاً قتلت عدد كثير من الأشخاص وارتفع رصيدي في اللعبة وحصلت على نقاط أكثر سرقت سيارات وحصلت على نقاط أكثر وارتفع رصيدي في اللعبة تخيل هذا سيناريو ومشهد دائم يحدث للطالب فيأتي إلى المدرسة وكله عدوانية وبغضاء ليش؟ من المشاهد اللي شافهم العاب الإلكترونية وكذلك لا ننسى التوصيات العالمية أكاديمية الأطفال الأمريكية وصت توصية شديدة جداً الطفل لا يستخدم لمدة ساعة واحدة فقط ومنظمة الصحة العالمية في تقرير الأخير عام 2018 كذلك توصيتها خطر الألعاب الإلكترونية ولدينا هنا في السعودية قانون حماية الطفل قانون حماية الطفل ورعايته ووجوب حمايته كما ورد في المادة الأولى والثانية وكذلك توصية مجلس الشورى قبل فترة في الحد من هذه الألعاب الإلكترونية الخطرة التي تؤثر على الطلاب وتنتج لديهم العدوانية والبغضاء أستاذ عبداللطيف أكيد إحنا نسمعنا هذه كلها المآسي والمواقف التي سببتها الألعاب الإلكترونية العنيفة ولكن نقدر نقول أنه في تباين ما بين تأثيرها طفل عن طفل آخر والسبب يكمن في التربية أكيد وفي قوة الأواصل التي موجودة في العلاقات الأسرية فنبغى منك يعني عبر منبر أم بيسي في أسبوع أنك توجه كلمة نصيحة للتربية لطبعاً الآباء والأمهات اللي يسمعون اليوم فإننا مقدر ينشؤ جيل بيكون بعيد كل البعض عن هذا العنف بالنسبة للأسرة والوالدين حقيقة نوجههم توجيه مهم جداً وهو طريقة وأسلوب التربية يعني الآن داخل المنزل تتمثل تتمثل مثلاً الأسلوب العنيف الأسري وحالات الانفصال بين الأب والأم وكذلك عدم يعطاهم الحقوق وتعامل معهم بعنف وشدة وضرب هذا مما يؤثر مما يجعل الطلاب والطالبات تصيبهم نوع من الغيرة أمام زملائهم وأمام أقرانهم فيجد أقرانهم موفرهم كل شيء وتربيتهم سليمة ولا يعانون من عنف وتشدد وعنف أسري فهذا يؤثر فيعني الواجب الدور الأكبر يقع حقيقة مع التعامل مع المدرسة يقع الوالدين والأسرة في إنشاء جيل مسالم جيل محب للناس وكذلك تجنب أنا نوصي أولياء الأمور دائماً في تجنب العنف والعنف في التربية هو تشدد على الأبناء شكراً لك طبعاً على وقتك كان معنا من الرياضة المستشاري التربوي والباحث في تطوير التعليم الأستاذ عبداللطيف الحمادي ترجمة نانسي قنقر